مجلس الأمناء وقال الخليفة أن المركز سيواصل مسيرته الإنسانية ورسالته الجامعة كمؤسسة عالمية رائدة من أجل ترسيخ التعايش وتشجيع الحوار بين مختلف الأديان والثقافات استرشادا بالرؤى والتوجيهات السديدة والحكيمة لجلالة الملك المعظم وبدعم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ونوها رئيس مجلس الأمناء إلى أن انعقاد الاجتماع يأتي بالتزامن مع الاحتفاء السنوي بأسبوع الوئام العالمي بين الأديان في دليل على أن مملكة البحرين هي أرض الوئام بما تحمله هذه القيمة النبيلة من دلالات هذا وناقش المجلس الموضوعات والفعاليات المدرجة على جدول الأعمال حيث أكد أهمية الارتقاء بمنظومة عمل المركز وإبراز دوره كمنارة إشعاع للقيم الراقية والأفكار الإبداعية وخزان فكري لتعزيز التفاهم الإنساني إضافة إلى ترجمة ما ورد في إعلان مملكة البحرين إلى عمل مؤسسي مستدام وإقامة الشراكات المثمرة وتعميق الوعي تجاه مكافحة التعصب والكراهية والعنصرية ووضع الحلول المناسبة للتصدي لهذه الأفات كما تم التجديد على أهمية طرح برامج ومشاريع مؤثرة ومبتكرة تعكس الواقع الفريد لمملكة البحرين وريادتها في إرساء قيم السلام واحترام الآخر وتنويه بالرؤى الملكية السامية الرامية إلى تعزيز الحريات الدينية وبناء جسور التواصل والتقارب الحضري لما فيه خير شعوب العالم وتقدمه اشتركوا في القناة